شؤالي لك سيد عوادي عوادي خليني أتحدث هذا اليوم عن واقع يعني خلص انتهي الموضوع أن حسب الأمر تيارة صدر داخل الانتخابات وانتهي الموضوع أتحدث السيد الصدر عن وثيقة وهذه الوثيقة طمنة التيارة الصدر والتحديد السيد مقتدر صدر أريد انعرف شنة بنود هذه الوثيقة ومن هي الأشخاص أو الشخص الضامن لتنفيذ هذه البنود بنود هذه الوثيقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على مشاهديك وعلى ضيوفك الكرام أكيد موضوع الانتخابات أصبح أمرا لا بد منه حتميا وملحا وملزما لكل القوى وكل الشعب العراقي وغم أن البعض يطالب بمقاطعة الانتخابات وأنا أعتقد أن من يعارض أو معارضة الانتخابات هو شيء إيجابي وليس سلبي بما أن هناك مقاضع الانتخابات أو هناك معارضة الانتخابات وهناك مشكك بالانتخابات هذا ما يدفع القوى السياسية أن تكون هذه الانتخابات انتخابات نزيهة انتخابات ضمن الدستور انتخابات ضمن أيضا رقابة الأمم المتحدة رقابة المنظمات الدولية منظمات المجتمع المدني هذا يعطي قوة للانتخابات القادمة لأن نحن على معرفة كاملة والكل يعلم بأن الانتخابات السابقة الكل مشارك بها فيحصل التزوير بين كل الكتب السياسية فالكل كان يشكك يشارك بالانتخابات ويشارك بالتزوير ويشارك بموضوع العملية الانتخابية التي هي عملية غير ناجحة وبعد ذلك يضربون اللوم بالانتخابات أما الآن هذه انتخابات حقيقة انتخابات مصيرية سماح تستيقى مكتد الصدر حقيقة عندما انسحب من الانتخابات لم يكن هذا الموضوع كان اعتفاضا ولكن كان يريد أن يرسل رسالة لكل القوى السياسية وحتى الدول دول الاقليمية والدول التي تسعى إلى أما بعض الدول تريد الهيمن على العراق وتريد اضعاف اضعاف العراق وبعض الدول ايضا تريد للعراق خيرا فهذه الرسالة انه اوراقكم مكشوفة لكن سيد خالد الاسدي في برنامجنا بالتعديد بلا اقنعات تحدث عن موضوع مهم جدا قالك هذا الموضوع تكتيكي لسيد مقتد الصدر وايضا للكتلة الصدرية لإعادة جمهورة بالانتخابات بعد ما علموا ان الجمهور بدأ ربما يقل يعني مو مثل النسبة اللي خلوها من مقعد مقعد والتكتيك كان ناجح يعني وقال رح يعود وعدنا بالحلقة وانا سيد خالد الاسدي قال رح يعود سيد مقتدد ستيفة ما يختلف اثنين على ان جمهور التيار الصدري جمهور منضبط جمهور منظم وايضا يتبع قيادة واعية قيادة وطنية مقتزمة بكل التفاصيل فما يختلف اثنين انه موضوع مو موضوع تكتيكي من اجل تعباية الجماهير بالعكس الجماهير منضبطها وتعلن علم اليقين بان سماحة السيد ان دخل الانتخابات فيه مصلحة وان استحبت من الانتخابات فيه مصلحة ولكن الرسالة كانت اقوى من ذلك رسالة كانت للدول الاقليمية كان هناك بعض الدول تريد من العراق ان يكون ضعيفا ولا تريد من العراق ان يكون فوضى في العراق فوضى امريكا وايران تريد العراق ضعيف ما تريد فوضى وسماحة السيد يريد من العراق دولة قوية يريد من هذه الانتخابات ان تكون هناك تغيير أن تكون هناك مائسات دولة التي بعض الدول لا تريد وأيضا بعض القوة السياسية التي تتبع أجندات خارجية أيضا كانت مشاركة بأضعاف العراق مشاركة بضعاف العراق بالمحاسسة والفساد مشاركة العراق بالتآمر على العراق مشاركة في التقصد داخلية طبعا مشاركة في الانتخابات فكان السحاب سماحة السيد كان ناقوس خطأ لهذه الكتل وكشفت لأنه باعتباره سماحة السيد لا يريد أن يكون شاهد زور على انتخابات هذه الانتخابات هي تآمر على العراق يريد هذه الانتخابات انتخابات للشعب العراقي وأيضا عطاه رسالة عطاه رسالة للمرجعية وعطاه رسالة للكتل السياسية وعطاه رسالة حتى للدول التي تريد المحارقarten قالهم أنه عدم المشاركة هو عدم الاقتراض بالانتخابات ولكن المشاركة بهذه الطريقة بهذه الطريقة لا نقبل بها جيد من تغيير بالطريقة جيد منتاز أولا شوفي حذرتش من انصحاب السيد ولا حد أنتم كم حلقة طلعتوا ناقشتوا أسباب انسحاب سماعة السيد أيضا كل الشارع العراقي خلى علامة تستهاب انسحاب السيد كل القوى السياسية سواء كانت التي تحصل الظن بالخط الصدري أو أن يتعتبر الخط الصدري ومنافس إلها أيضا علمت بأن انسحاب الخط الصدري هو خطر على العملية السياسية استقرار العملية السياسية باعتبار أن العملية السياسية مثل ما تفضلتها حضرتك في المقدمة وفي بداية الحديث أنه عندنا مخاوف أنها لا تكون هناك مشاركة واقعية وعندما تكون مشاركة واقعية لا يكون هناك اعتراف دولي بهذه الانتخابات إضافة إلى أنه نريد أطمئنات علم الأطمئنات لثوار تشرين للمتظاهرين الذين لا يريدون المشاركة بهذه الانتخابات هذه الوثيقة ممكن أن تكون عامل تفاعل لهم عامل تفاعل للشعب العراقي في بداية التغيير يعني اليوم نحن متفاعلين دخل التيار الصديق وخلص نحسب الموضوع ورح يشارك بالانتخابات والتنافس الانتخابي رح يكون شديد جدا وحاسم وانتخابات مفصلية مثل ما تحدث السيد عواد